السلام عليكم ازايكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير هنعمل النهاردة مع بعض طواجن المكارونة هنعمل اتنين طاجن مكارونة واحد بالفراخ والتاني بالسيفود اللي اتنين طعمهم احلى من بعض وبجد طريقتهم سهلة جدا ومش بياخدوا وقت خالص في عمقالهم طعم طاجن المكارونة اللي بالفراخ بجد طحفة انا عاوزاكم تجربوه تقولولي ايه رأيكم ده بقى طاجن المكارونة اللي بالسيفود مليان سيفود والصوص اللي احنا عملناه ليه بجد مخليه تحفة هنبدأ بها في اول طاجن وهو طاجن مكارونة اللي بالفراخ ضفت معلقتين كبار من زيت الزيتون وهزود عليهم حباية من البصل المفرومة ناعم هقلب البصل شوية كده لغاية اول ما يبدأ يوصل لونه لللون الشفاف هضيف فصين من التوم وهنقلب التوم مع البصل وبعد كده هنضيف قطع الفراخ ده نص كيلو من صدور الفراخ انا مقطعها مكعبات صغيرة علشان انا عاوز الفراخ تستوي بسرعة ومتاخدش وقت على النار وتنشف لازم النار تكون عالية تحت الفراخ علشان ما تنزلش الميا بتاعتها هنزود بقى التوابل بتاعتنا توم بودر بصل بودر بابريكا وفلفل ومعلاقة صغيرة من بوهرات الفراخ هنقلب البوهرات كده شوية الاول مع الفراخ عشان راحتها تبقى حلوة وبعد كده هضيف الفلفل للالوين هنقلبه برضو شوية كده مع بعض ولو انت حبى اي اخضار تاني تستخدميه ممكن تضيفيه هضيف عليهم حباية من الطماطم انا قشرطها وقطعطها كده مكعبات صغيرة هزود بقى معلاقة صغيرة من الملح وطول ما احنا بنطبخ يا جماعة لازم نضوء الاكل بتاعنا هنعمل بقى بقى شامل خفيف لطاجن المكرون اول حاجة دفطها معلاقة من الزيت ومعلاقة من الزبدة ونزلت بمعلاقة كبيرة من الدقيق هقلب الدقيق شوية كده في الزيت والزبدة لغاية لما يستوي الدقيق وبعد كده هضيف الحليب مرة واحدة انا بنزل الحليب مرة واحدة البشامل بالطريقة دي مش بيكالكع معنا خالص هقلبه كده شوية وبعد كده هضيف عليه معلاقة من الملح وربع معلاقة صغيرة من الفلفل الاسود لو حبت ضيفيه في جسط الطيب ضيفيها هنقلبه بقى كده شوية واول ما يوصل معانا للقوام الخفيف كده هنزله على طول انا عاوز القوام بتاعي يكون خفيف مش تقيل ده القوام اللي انا عاوزيه لان البشامل كل ما بيقعد بيتل هبتدي بقى اسلق الماكارونا اهم حاجة من اسلقش الماكارونا قوي لان لسه الماكارونا هتدخل الفرن بعد ما سلقنا الماكارونا ضفتها على الفراغ وهقلبها كده شوية وبعد كده هنزلها بقى في الطاجن اللي هيدخل الفرن هنزود بقى على الطاجن بتاعنا البشامل وبعد كده هزود عليها اي نوع جبن انتو بتحبوه انا هضيف عليها جبنة متزرل ما اخدش وقت خالص مننا الطاجن وفي نفس الوقت بيبقى طعمه طحفة جدا وبتشرف بقى في العزومات او لما بتحطيه كده على الصفرة بيبقى طحفة ده شكل الطاجن بعد ما طالع من الفرن بجد شكله حلو قوي وطعمه كمان احلى بكتير جربوه قلولي رأيكم في ايه تاني واحد طاجن ماكارونا بالسيفود الناس اللي هي بتحب السيفود بجد هيحبوا الطاجن ده جدا اول حاجة هنبتدي بيها هضيف معلقتين كبار من زيت الزيتون وهضيف حبة صغيرة من البصل المفروم ناعم هقلب البصلة كده شوية اول ما تتبل هضيف الطوم على طول السيفود اللي انا استخدمته جنباري وكلماري وسمك فيلي اي نوع بقى سيفود انت بتحبيه تقدر اتفيه في الوصفة دي لازم بقى النار بتاعتنا تكون عالية علشان السمك بتاعنا ما ينزلش مية هقلب فيه كده شوية لغاية اول ما الجنباري يبقى لونه اورنج هاركنه كده على جنب وهضيف في نفس الطاصة معلقة من الزبدة وهضيف عليها معلقة كبيرة من الدقي احنا هنعمل سوس للطاجن بيبقى طعمه احلب كتير من اننا نعمل بشامل الطريقة دية بيبقى طعم السوس واخد اكتر من طعم المأكلات البحرية بس اهم حاجة نساوي الدقيق كويس جدا علشان طعم الطاجن بتاعنا ما يكونش فيه طعم الدقيق هقلبهم كده شوية مع بعض وبعد كده هضيفكم ببيتين من الحليب لو انا حسيت ان القصوص بتاعي تقيل هزوت حليب لغاية لما حس ان هو قوم مصبوط ضيفت معلقة كبيرة من بهرات السمك هزوت بقى معلقة من الملح ورشة فلفل اسود كده خلاص السوس بتاعي عندي جاهز هضيف الماكارونة هقلب الماكارونة كده في السوس شوية وبعد كده هضيفها في الطاجن اللي هيدخل الفرن على الوش بقى هنضيف جبنة موزاريلا كمان لو فيه ميكس جبن بيبقى طعمه حلو قوي هندخله في الفرن لغاية لما جبنا تسيح ونطلحها على طول شوفوا شكله بقى بجد طحفة احلى حاجة في السوس ان هو مش وايخد طعم البشمل وايخد طعم الماكولات البحرية اكتر كده عملنا اتنين طاجن ماكارونة مع بعض واحد بالفراخ والتاني بالسيفود اللي اتنين بجد طعمهم احلى من بعض وبجد ما اخدوش وقت خالص في عميلهم بالهنة والشوفة مقدمة لكل اللي هيجربهم وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد قريب باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة